بس أنت وقتها يا سمين كنت أغلى موضل في الإعلانات في السعدي ده حقيقي ده حقيقي يعني أنت قرديك النجومية دخلت في تكوينك من بدري أنك أنت بتديتي تحطي شروط وتختاري والحاجات دي أنا أنا كنت حاسة بالمسؤولية أنا أنا ست وأنا من وأنا صغيرة بصرف على نفسي وحتى مصاريف المدرسة أنا اللي كنت بصرف على نفسي دروسي أنا اللي بصرف بصرف على نفسي في الكلية عايزة أقول لك أنا وصلت لسن مثلاً خمستاشر أو ستاشر سنة أنا جبت لنفسي عربية جبت لنفسي شقة اللهم صالي على النبي لا أخلي بالك في ناس تانية ممكن يروحي يعملوا فساد في الحبتة دي فاهمة قصدي وأنا كنت دايماً مسؤولة على اللي حوالي فاهمة قصدي يعني مش مثلاً بأخذ الفلوس دي مثلاً أعمل بي حاجة غلط لا لا مكياج إيه ولا بتاعي لا أنا كنت بصرف بنزين تليفونات عربية أكل مدرسة يعني أنا مسؤولة عن نفسي من وانا صغيرة يعني أنا عمري في حياتي يعني دايماً أنا بدي عمري ما أخدت فاهمة قصدي إحنا برجنا إيه سيادتك؟ لا أنا جدي أهلًا بك أفضل جدي ده مسؤول قوي زي ابني مسؤول قوي طب هل التكوينة دي جات من إنه ماما طيبة قوي قوي فأنا بقى قررت أبقى عكسة شفتي برافو عليك الله عليك لا لا جامد أنا مش هيحة عايب يعني هو ده بقى يعني أمي طيبة لدرجة إنه ممكن حد يدايقها وما تردش فمن وانا صغيرة قاعدة بص كده ألاقي الناس مثلا بالدايقة ولا حد وهي ما يتطعت سكتة طبعا مش تاخد حقها فمع الوقت جوايا كده حصل الحاجة اللي هي إيه عارف أنت لما يبقى جواكي طفلة كده عما تبصي حد أمك بتتظلم أنا مش هزوطل عكده لقى فبوصل بتعلم معي إن أنا لقى أنا عايزة أبقى شخصية قوية هل هل ده سبب شهرتك في المعادي انت عرفتي إيه في المعادي هل لا وقعيب بقى عيب أو أنا كنت شاية طول عمري ومع صغيرة كنت شاية جدا لا كان فيه بنت هنا خاصة جدا أيوة يعني تاخد حقها وحق اللي حوليها حلاص بنا بقيت يو جولي بقى بلاش فضايا ليه ما انت قلت عنه لبس انت لا أنا عارفة أنك انت كنت فيه بواني وحاجاتني أنا كان فيه بواني وأنا صغيرة بصراحة ده حقيقة لو هتقولي أنا أقول بقى لا لا أنا كان فيه بواني لا بواني دي حاجات لا أنا كان كبير البواني انت إيه بقى لا أنا كنت شاية جدا شاية جدا أيوة شاية بس بأدب طيب يعني ما بعملش حاجة وحشة يعني بس كنت شاية شاية جدا لهو إيه يعني في المدرسة مثلا تطلعي فوق بتنطي من عصور لا ده حاجة عادية ده عادي أنا مش عايزة أقول بس عشان الناس ما عملوش زي لا هي يعني مش حلو اللي هي هتقوله ده مش ما نعملش زيه يا أولاد عشان أنا كنت كل أسبوع بترفت وهمي ما تعرفش وكنت أروح للمدرسة وانش مرفوض آه آه ليه كنت بترفت تخش تعالي تقولي يقولي الجاية ليه تقولي إيه حاجة لا بدخل برضه آه والله العظيم كنت بترفت كل أسبوع آه أنا على طول كنت بعمل مصايب موسيقى